بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام فإن من القضايا العظام التي نرتبط بها أمة الإسلام أشد الارتباط والقضايا التي لا زالت هي في صميم ديننا وشعائره العظام ارتباط الأمة المباركة بكتاب ربها سبحانه وتعالى وفي حج الحجيج في كل عام يتجدد هذا الارتباط بينهم وبين كلام الله بينهم وبين القرآن بين حجهم وآيات القرآن وسوره التي تجدد في القلوب إيمانها وتجدد علاقتها بربها وتقوي صلتها بخالقها الحج في أحد معانيه العظام رحلة يتجدد معها الإيمان ولا شيء يجدد الإيمان في القلب كمثل كلام الله سبحانه وتعالى كان من هدي السلف أيها الكرام في حجهم لبيت الله الحرام ختم القرآن بمكة وقد كانوا يصنعون ذلك حرصا على أن يكون لهم مع القرآن في مكة شأن عظيم عرفوا مكانة كلام الله في بلد الله وهم في جوار بيت الله الحرام وقد كان لعنايتهم بالقرآن الكريم مظاهر وأخبار وحوادث منها ما رواها منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وروا منصور عن الحسن البصري رحمه الله قال كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن رواه ابن أبي شيبة أيضا بسند جيد وقال أبو مجلز كان يحب أو يستحب إذا قدم شيئا من هذه المساجد ألا يخرج حتى يقرأ القرآن بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس وهكذا في أخبار متعددة عن أحدهم في خبر لعلقمة وعثمان بن عفان رضي الله عنه وطاووس كذلك كان إذا قدم مكة لم يخرج منها حتى يختم القرآن وكذلك شأن كثير منهم يغتنمون وجودهم بمكة ويعلمون أن أيامهم التي يقضونها في رحلة حجهم إلى بيت الله الحرام إن لم تجدد صلتهم بكتاب الله إن لم تقوي إيمانهم بالقرآن إن لم توثق صحبتهم لكلام الله المبارك فإن بقاءهم بمكة لم يكن على الوجه الأكملين لقد كانوا يدركون رحمهم الله أن الحرص على القرآن في حياة المسلمين مبدأ كبير ومنطلق عظيم فكيف وهو في رحلته لحج بيت الله الحرام قال الإمام النووي رحمه الله يستحب لمن دخل مكة حاجاً أو معتمراً أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه وكذا قال البهوتي رحمه الله ولا بأس بختم القرآن دون الثلاث أحياناً يعني دون ثلاثة أيام أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام قال ولا بأس بختم القرآن دون الثلاث أحياناً وفي رمضان ومكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب إكثار القراءة إذن اغتناماً للزمان والمكان هذه وغيرها يا كرام تدل على ما كان للهدي ما كان من هدي السلف الصالح في عنايتهم بالقرآن إذا أتوا مكة لقد أدركوا هذا الارتباط الوثيق بين هذا القرآن العظيم وهذا البلد الذي أراده الله أن يكون مهبطاً لوحيه وأن يكون منزل القرآن لأول مرة أوما أدركتم جلالة إنزال القرآن إنزال القرآن من السماء إلى الأرض حدث عظيم نوه القرآن الكريم بشأنه كثيراً أوما سمعتم ربنا جل جلاله يحمد نفسه بنفسه على ماذا؟ على إنزاله القرآن فيقول سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يحمد الله نفسه سبحانه بنفسه على هذا الأمر العظيم إنزال القرآن من السماء إلى الأرض لقد كان حدثاً عظيماً تدري ما معنى أن تنقذ البشرية التائهة بنور القرآن؟ تدري ما معنى أن ينزل كلام الله بنوره وبركته بهداه ورحمته بشفائه وموعظته لينقذ البشرية التائهة تدري ما هذا الحدث؟ أن ينزل القرآن حدث عظيم وهذا الحدث الكريم حمد الله فيه نفسه بنفسه سبحانه وتعالى ومجد ذاته العلية بنفسه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً فنحن والله أحق بحمد ربنا فنقول الحمد لله ونحن أحق بتمجيد ربنا والثناء عليه فنقول تبارك الله لقد اعتنى القرآن بحدث الإنزال فجاء ذكر إنزال القرآن في عدة آيات منها الإشادة بهذا الأمر العظيم يقول الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هل من جلالة أعظم في أن ينسب الله إنزال القرآن لذاته العلية ويقول في آيات أخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ويقول سبحانه وتعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الإشادة بإنزال القرآن هذه الحفاوة التي نجدها في آيات القرآن بشأن إنزال القرآن تأخذنا أمة القرآن أخذاً بعيداً إلى النظر في جلالة ما حب الله به أمة الإسلام بهذا الكتاب العظيم أجل فنحن والله أمة الإسلام أمة حضية بدينها حضية بنبيها صلى الله عليه وسلم حضية بكتابها القرآن الكريم حق علينا جميعاً أمة الإسلام فرداً فرداً أن يكون لنا بالقرآن حفاوة وأن يكون لنا في حياتنا بالقرآن جلال وأن يكون اعتناؤنا بالقرآن صحبةً له من الحياة حتى الممات لأجل مال القرآن من عظمة يأتي الحج فيسوق جموع المسلمين من بلدانهم إلى بلد الله الحرام تدري ما معنى بلد الله الحرام البلد الذي اختاره الله من بين كل بقاع الدنيا ليكون موضعاً للكعبة المعظمة المشرفة ليكون محلاً للبيت العتيق حيث تهوي إليه أفئدة المسلمين بلد الله الذي اختاره لميلاد رسوله عليه الصلاة والسلام فيولد في أرض مكة وينشأ بين ربوعها ويرتع عليه الصلاة والسلام في صباه فوقها ثم يكرمه الله بالوحي والنبوة من أرض مكة فتشرق شمس الرسالة ويأذن الله للبشرية بالنجاة والسعادة على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام معنى اختيار الله لمكة أن تكون سماؤها التي تضلكم معشر الحجيج وأنتم في مكة هذه الأيام أن تكون سماء مكة أول أبواب تفتح بأمر الله ينزل بها جبريل عليه السلام بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى ثلاث عشرة سنة وأبواب السماء تفتح ليلا ونهارا والوحي يتنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل آن ينزل بالوحي بالوعد والوعيد بالجنة والنار بالتوحيد والأمر به والشرك والتحذير منه ينزل بالمعجزات والآيات البينات ثلاث عشرة سنة ظلت جبال مكة وطرقها وشعابها ظلت مكة بهوائها وسمائها وأرضها تتعطر بأصداء الوحي النازل من السماء ثلاث عشرة سنة ملئت مكة سماء وأرضا بآيات الوحي والقرآن الذي تنزل وسور عظيمة اكتمل نزولها بمكة كل هذا ماذا يعني لنا أمة الإسلام عندما يكرم الله أحدنا بالإتيان إلى بلد الله الحرام فيمكث أياما في رحلة عمرته أو رحلة حجه إلى بيت الله الحرام إنه يتنفس هواء بمكة مشبعا بالوحي والإيمان ونور الهداية يقضي أياما بمكة كانت فيها أصداء الوحي ندية عطرة تقرع القلوب قبل الآذان اهتدى فيها الناس من الكفر إلى الإسلام يا رجل هذا بلد نزل فيه الوحي فهدى الله بالقرآن الذي نزل قبل ألف وأربعمائة سنة هدى الله به أمما وأناسا من الضلالة من الكفر من الجاهلية من الوثنية فأصبحوا صحابة كرامة رضي الله عنهم أسلموا آمنت قلوبهم إن شرحت صدورهم تعلقت بهذا الوحي فوجدت فيه كل الخير والنور والهدى فيأتي اليوم أنا وأنت ونأتي إلى بلد الله الحرام ونمكث أياما نرى الكعبة بأعيننا والصفى والمروة ونتعبد لله مستمتعين بهذا الطواف وذاك السعي حق علينا أيضا أن نكون ملأ قلوبنا استمتاعا بهذا القرآن ونحن نقرأه ونحن نسمعه ونحن نصلي به خلف آئمتنا في هذه البقاع هذا كلام الله وأنتم في بلد الله اعلموا تماما أيها الإخوة الكرام أن للقرآن من العظمة والجلال ما جعل آيات القرآن تصف هذه الأوصاف العظيمة للقرآن لتدل العباد على عظيم مكانة كتاب الله سبحانه وتعالى عظمة تحملنا على الاقترابنا القرآن يأتي الحج ونحن نؤدي المناسك ونعلم أن صلب حجنا وقوامه الأعظم إقامة ذكر الله كما قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات والقرآن أجل الذكر وأرفعه وأسماه القرآن الكريم قراءته تدبره العيش معه تحريك القلوب به وسقي القلوب بماء القرآن من أجل ما ينبغي أن يعيشه المسلم في علاقته مع كتاب الله الكريم مائة وأربعة عشر سورة في القرآن الكريم ثلاثون جزءا ستون حزبا والله فيها من الآيات ما تضيء له القلوب المظلمة وتلين معه القلوب القاسية وتدر معه الأعيول المتحجرة سور وآيات وصف الله فيها من عظمة الأثر والتأثير ما قاله سبحانه وتعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن لو أراد الله لشيء من كلامه المنزل على أنبيائه عليهم السلام لو أراد الله أن يكون لشيء من كلامه جل جلاله من الأثر ما يمكن أن يسير الجبال وهي رواسي ويقطع الأرض وهي صلبة جامدة تدب فوقها الحياة ويكلم الأموات ويسمعهم في قبورهم وهم أموات لكان هذا القرآن إذا كان يمكن للقرآن أن يكون له من الأثر ما يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى بالله ما أثر القرآن في قلوب مؤمنة حية تنبض تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثر القرآن في قلوب آمنت بربها وأحبت خالقها وها هي ذي تأتي في الحج تقول بقلوبها قبل ألسنتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك قلوب آمنت ونفوس أذعنت وجوارح وأبدان خضعت لله جل جلاله ألن يكون للقرآن فيها أثره العظيم بلى وهو الواجب أن يكون كذلك أراد الله أن يكون القرآن في حياتنا يا أمة الإسلام نبراسا ومش على هداية ونورا يستضاء به أراد الله أن يكون القرآن حياة الأمة التي تعيش بها وروحها التي تدب في أجسادها انظر كيف وصف الله القرآن في القرآن سبحانه لما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أرأيت كيف وصفه بأنه روح؟ ما الروح؟ الروح مادة الحياة نحن يا بني آدم إذا خلت أجسادنا من أرواحنا غدت جثثا هامدة البدن بلا روح ما هو جثة هامدة لا حراك ميتة أراد الله أن يكون القرآن في حياتنا روحا نعيش به أجل والله هو روح وأحدنا أيها المسلمون يتحقق له من الحياة في حياته بقدر ما معه من القرآن في حياته وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وفي الحديث الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت إذن هي والله حياة أو موت بقدر ما معنا من ذكر الله والقرآن أجل الذكر وأرفعه وأشرفه يعك مين القرآن؟ ما يكون معك من القرآن وأنت تتلوه وتعيش به وتتدبره وتتخلق بأخلاقه وتقوم به حق القيام يتحقق لك قدر من الحياة هنا سندرك أن من الأحياء من هو ميت حقيقة عندما تخل القلوب من كلام الله عندما تفقد حظها من الوحي عندما تبتعد وتظلم معها كل دروب الحياة لابتعادها عن كلام الله جل جلاله القرآن نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا النور هذا الذي في القرآن جعله الله لإضاءة الحياة مظلمة تلك القلوب التي ما عرفت كتاب الله وستظل مظلمة معتمة لا تعرف طريقها ولا تبصر خطاها طالما ابتعدت عن كتاب الله أما القلوب التي أضاء بها نور القرآن فهي المشرقة المضيئة التي لا يمكن أن تضيق صدورها مهما ضاقت بها سبل الحياة والتي لا تزال تبصر دروب النجاة ومخارج الطرق التي تلم بها الأمة في أمزقات الفتن والمحن والشدائد والصعاب يبقى القرآن نوراً لا أقول بيد صاحبه بل في قلب صاحبه يبصر بها مواضع الحق ويتقي بها مواطن الفتن لأن النور قد حل فيه وأما القلب فإذا أظلم أجاركم الله لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ولا يبصر طريقاً ولا يهتدي ولا يدل دليلاً هذه القلوب التي نفخ الله فيها من روحه سبحانه وتعالى في أبينا آدم عليه السلام فشرفنا يا بني آدم بنفخة الروح لا بقبضة الطين التي خلقنا منها فأبداننا المخلوقة من طين وتراب إنما تتغذى بمادتها من الطين والتراب فنأكل من الأرض مما خلق الله وسخر ما تنبت معه الأبدان أما أرواحنا أرواحنا الممتدة من النفخة الإلهية فلا غذاء لها ولا نماء إلا بالوحي لأنه روحها التي بها تحيا ولا تنمو الأرواح بمثل ذكر الله ولا طابت بمثل كلام الله ولا استقامت بمثل ما يحبوها الله من نور كلامه ووحيه جل في علاه أدرك يا كرام أننا بالطعام والشراب نكبر وننمو وتزداد أعضاؤنا وتنمو أجسادنا وأننا بالوحي فقط وبالوحي والقرآن الذي حبان الله به تضيء أرواحنا وتحيا حياتها الحقيقية بإجاز شديد تبقى رحلة الحج فرصة سانحة وأبوابا مشرعة ليعود معها جموع الحجيج مرة أخرى إلى بلدانهم وقد عاشوا أياما بمكة فأدركوا صلة هذه الأرض الطاهرة وهذه البلاد المباركة بكلام الله جل جلاله اختار الله لكلامه أشرف البقاع فكانت مكة مهبط الوحي واختار الله عز وجل لكلامه أشرف الزمان فكانت ليلة القدر في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اختار الله لإنزال القرآن أشرف ملائكته الكرام روح القدس جبريل عليه السلام ليكون هو المرسل بالقرآن واختار الله من البشر سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وصفوتهم الذي ينزل عليه القرآن اجتمع للقرآن الشرف من كل النواحي وهيئ الله عز وجل العظم لهذا الكتاب العظيم من كل الجهات تدري أي عظمة وشرف تناله بأخذك للقرآن الذي هيئ الله له شرف الزمان والمكان والمرسل به والمرسل إليه لتكون أنت عبد الله مسلماً يعي صدرك كلام الله ويعيش محباً للقرآن ويقترب بصحبته للقرآن تدري أي شرف تناله وأي عظمة وبركة تعيشها في حياتك إنك والله آخذ بمجامع الشرف ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنه لذكر لك والضمير يعود في قوله وإنه على قوله السابق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه أي القرآن والوحي وإنه لذكر لك يا محمد وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لذكر لك أي شرف لك ومجد لك ولقومك نعم مجدنا أمة القرآن بهذا القرآن شرفنا بهذا الذكر الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أشراف الأمة حملة القرآن ساداتها نجوم سمائها خيرة أهلها أصحاب القرآن الذين أخذوه وقاموا به حق القيام من أخذ القرآن فتلاه وأخذه فحفظه وأخذه فتدبره وأخذه فعاش معه وأخذه فأقام حياته عليه أحل حلاله وحرم حرامه وتخلق بأخلاقه وقلب قلبه في نعيمه والله هذا من صفوة خيرة خلق الله وليس بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام من يعلو في مدارج الشرف كبثل هؤلاء ممن وصفنا في أخذهم للقرآن حامل القرآن استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه كما في الحديث الذي أخرج الإمام الحاكم في مستدركه يا كرام يبقى الحديث عن كتاب الله ونحن في بلد الله كلاما لا ينتهي متعة ولا شرفا ولا لذة هذا الكلام عن كلام الله الوصف عن القرآن في بلد الله الحرام فكيف هو العيش بالقرآن في هذا البلد الحرام كيف هي تلاوة القرآن كيف هو تدبر القرآن في هذا البلد في مثل هذه الأيام العظام معشر الحجيج أحدكم في رحلة حجه وهو يعيش شرف الزمان في الأشهر الحرم وشرف المكان في بلد الله الحرام سيستجمع الشرف كله إذا اشتغل بأشرف كلام كلام الله في شرف الزمان والمكان فيشتغل بأشرف الأعمال في شرف الزمان والمكان ليقدو عبداً يرجع إلى دياره وأهله ووطنه وقد أضاء القرآن جوانب قلبه وأشرقت به روحه فسمى به إيمانه حتماً والله ستجد للقرآن في قلبك أثراً وستجد لعيشك مع القرآن لذةً ومتعة فقط افتحوا أبواب قلوبكم لأنواره واشرعوا في نوافذه لتستقي من أضوائه يبقى القرآن منبع هداية والله عز وجل إنما ذم بعض أصناف الأمة لما تأخروا وتراجعوا وأغلقوا أبواب قلوبهم دون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحن من نغلق أبواب القلوب دون القرآن إما بالابتعاد عنه أو بالتقصير في الأخذ به أو بالاقتصار على تلاوته مجردة بالألفاظ دون التفات إلى العمق في المعاني ولا إلى ما فيها من الهدايات ولا استنطاق ما فيها من الحكم والعظات والعبر والدروس والآيات القرآن القرآن يا أمة القرآن الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلة عندما يكون الكلام عن القرآن الذي قال الله عنه لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيملا عليه الهيمنة للقرآن على كرتب السماوية السابقة الهيمنة عليها الناسخ لها المحكم لما جاء فيه من كلام الله وأحكام شرائعه والحلال والحرام ستتفرق بنا أمة الإسلام السبل وتتعدد بنا الاتجاهات فلا والله لا معتصم كمثل كتاب الله ولا نجاة كمثل الأخذ بكتاب الله تتفاوت الآراء تتعدد الاجتهادات تختلف المذاهب تتعدد الطرق والمسالك ويبقى الميزان في كلام الله جل جلاله ويبقى المرجع والمحتكم والفيصل في قضايا الأمة صغيرها وكبيرها إلى كتاب الله يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله جعله عليه الصلاة والسلام أعظم المستمسكات وأقوى المحكمات الرجوع إلى كتاب الله فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا هو النجاة لمن تمسك به والعصمة لمن أخذ به يا كرام ينتهي الكلام والحديث وتضيق العبارات والأوصاف عن محاولة الوصف لما في كتاب الله من العظم وما فيه من الجلال وما فيه من القدر هي دعوة لأن يكون مقام أحدكم بمكة في أيامه المعدودة وساعاته المتبقية أن تكون عامرة بكتاب الله أن تكون في غاية المتعة والتلذذ بكلام الله يعيش أحدنا معها نداوة الوحي وطراوته وكأنه يعيش بهذا البلد زمن أنزال تلك الآيات والسور وكأنه المخاطب بها تقرأ السور في سورة العلق وتقرأ قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فتتذكر عتاة قريش وهم يحاولون منع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تقرأ ذلك وأنت تتنقل بين الآيات والسور وإبطاء الوحي وانقطاعه مدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي بتطيب الخاطر النبوي والقلب المحمدين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وتقرأ قصص المفاوضة والمساومة على دينه ودعوته عليه الصلاة والسلام ويتقرأ فيها قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدوا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدوا لكم دينكم وليدين سورة تلوسورة وآية بعد آية تعيش معها حوادث نزولها وقصصها وأخبارها وأنت هنا في رحاب بيت الله الحرام هذا والله يا إخوة من شأنه أن يعيد لأحدكم إيمانه بصفائه ونقائه وأن يجدد فيه صيلته الممتعة بكتاب الله الكريم فيغدو إذا عاد إلى بلده وأعظم شيء يكون له من أثر في رحلة حجه تجديد صلته بكتاب الله فيكون صاحبه وأنيسه على الدوام ويكون ورده من القرآن غير منقطع ليلا ونهارا كلما ختم أعاد وكلما أتم سورة شرع في التي تليها سيظل القرآن نور حياته وبركته وهداه كما أراد الله عز وجل أراد الله من القرآن أن يكون بركة لحياتنا أمة الإسلام وهذا ذكر مبارك أنزلناه ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ما بركة القرآن؟ ليست بركة الأجر والثواب فقط نعم بركة الحسنات في القرآن حاصلة بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه بركة القرآن ولا أظنك تستطيع إحصاء ثوابك وأجرك عند الله من صفحة قرأتها وأنت تحصي عدد حروفها ثم تجعل ذلك مضاعفا بعشر أمثالها وأنت في مكة وفضلها وخيرها وبركة أرضها ثم يقول هذه البركة ليست وحدها في بركة الثواب والأجر لكنها ممتدة إلى ما وراء ذلك بركة الأثر والنفع في حياتك بركة الهداية التي أرادها الله في القرآن فضلاً عما يجده صاحب القرآن في حياته من بركة القرآن بركة في الرزق والمعاش بركة في الحياة والزوج والأولاد بركة في وقته في عمله في ماله في أهله في ولده ما حرم الله صاحب القرآن من بركة في أي وجه من وجوه البركات في الحياة لأن الله جعل القرآن موئل البركة ومن عاشه مقبلاً عليه مستغلاً به مستكفياً به كفاه الله وأغناه وجعل البركة الحاصلة في حياته عامرة طالما ضبضت فيه العروق ودبت فيه الحياة أربع بشارات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين تحلقوا واجتمعوا واقتربوا ليس يجمعهم شيء في المساجد سوى الاشتغال بكتاب الله اسمع رعاك الله ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أرأيت؟ ما اجتمعوا لأمر آخر سواه على القرآن تلاوة ومدارسة قراءة وفهماً واستنباطاً للأحكام واستلهاماً لما فيه من العبر تلاوة القرآن ومدارستهم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة هذه واحدة ونزول السكينة فيها من اطمئنان القلب وانشراح الصدر وزوال الهم ما يبحث عنه كل مسلم ومسلمة لأن الهمومة التي قطعت قلوب أصحابها ما زالت تبحث عن سكينتها وعن هدوئها وراحتها كثر طرق الناس على أبواب العيادات النفسية باحثة عن القرار عن الهدوء عن الراحة عن السعادة والاطمئنان إنها في تلك المواضع قال إلا نزلت عليهم السكينة قال في الثانية وغشيتهم الرحمة الرحمة التي تتنزل مع أصحاب القرآن من قرأ القرآن نالته رحمة الله من تدارس القرآن وجد فيها رحمة الله تدري لماذا؟ لأن الرحمة إنما تنال القلوب القريبة من ربها ولا قلب أقرب إلى ربه من قلب يتلو كلام الله ويعيش معه ويستمتع ويقلب القلب في نعيم الآيات والسور الرحمة ينالها صاحب القرآن ولو بالاستماع إلى القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تنالون الرحمة بالاستماع وأنتم تستمعون القرآن فكيف بمن قرأ؟ فكيف بمن تلى وتدبر؟ فكيف بمن عاش وكرر مع القرآن؟ هذه رحمات عظيمة قال وغشيتهم الرحمة ثم قال في الثالثة وحفتهم الملائكة أن تكون جليس الملائكة في المساجد تحفك الملائكة لا لأنك نبي سينزل عليك الوحي لكنك عبد مبارك اشتغل بكتاب الله تحفك الملائكة لأنه مجلس عظيم مبارك يرفع فيه الذكر ويسجل فيه الأجر والثواب لقوم اجتمعوا على كتاب الله أرأيت عندما تكون جليس الملائكة في جلسة في بيت من بيوت الله ملائكة الله التي لا تتنزل إلا بالخير والسلام إلا بالرحمة والهدى إلا بالبركة أن تكون جليسهم لا تراهم ويرونك وتذكر أنت بكل حفاوة أن تكون جليس الملائكة هذه ثلاث خصان نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بالله عليكم أي عبد هذا سينصرف من المسجد بعد جلسته مع القرآن أي عبد هذا اللي سيرجع إلى أهله وزوجته وأولاده وقد انصرف من مجلس كان للتو جليس الملائكة وكان قد تقلب في معاني السكينة وغشيته الرحمة بالله عليكم أي زوج هذا سيرجع إلى زوجته أي أب هذا سيدخل على أولاده يرجع لهم يحمل كيس العشاء والطعام والغداء إليهم بالله أي بركة أي حياة أي سعادة أي رحمة أي سكينة تضلل تلك القلوب وهي تعود فتعيش مع أهلها وبين أقاربها وجيرانها أما الرابعة فالتي تغرب الثلاثة السابقات كلها والله وهي أجل وأعظم يقول عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يا أخي والله هذا منتهى الشرف أن تكون عبدا هنا في الدنيا فتذكر هناك في السماء من يذكرك يذكرك الله لا إله إلا الله والله هذا الشرف الذي يقشعر معه البدن أن تشتغل هنا بكلام الله فيذكرك الله هناك يذكرك هناك تذكر بماذا بماذا تذكر تذكر بأنك اشتغلت بكلام الله وجلست معتكفا عليه حبا في القرآن إقبالا عليه تعلقا به تذكر هناك في الملكوت الأعلى يا أخي غادر الدنيا اليوم أو غدا إذا حظيت بذكر اسمك هناك في السماء ذكرهم الله في من عنده في الملكوت الأعلى هناك تذكر عبد الله ذاك الشرف الحقيقي والله هذا المجد هذا الفخر الذي ينالك بأخذك لكتاب الله بإقبالك على تلك الحلقات على تلك المجالس التي يتلى فيها كتاب الله أرأيتم كم ضيعنا من مجالس الشرف كم فوتنا بالله من فرص الفخر في الحياة كم أضعنا من المجد بأيدينا عندما صرفت بنا الأوقات وألهتنا الشواغل وصرفتنا الصوارف وما بقي في المساجد إلا صغارنا وأطفالنا وما بقي في تلك الحلقات إلا من ظنن أن له من الوقت من الفراغ ما ليس عندنا وأن له من المتسع في جدوله أكثر مما عندنا وغفلنا عن أننا ضيعنا والله وفوتنا فرص الشرف والمجد بذكرنا في الملكوت الأعلى أتظن عبد الله إذا ذكرك الله عنده في الملكوت الأعلى أن ينساك في شؤون حياتك أن يكلك إلى نفسك في همومك في غمومك في قضاياك وحاجاتك لا والله من يذكرك هناك لن ينساك في الأرض إذا ذكرك الله وحظيت بهذا الشرف هنيئا لك حياة وسعادة ملؤها الخير والبركة والتوفيق والله والسداد والهدى ماذا عسانا أن نحصي وماذا عسانا أن ننسى ونسكت في شرك شرف وفخر وفضل وبركات ما أعد الله للقرآن ولأهل القرآن أما أصحاب القرآن الذين صحبوه حقا واقتربوا منه ووثقوا صلاتهم بكتاب الله وعاشوا بشرف مع القرآن وأفنوا حياتهم مع القرآن وارتضوا من دنياهم أن تكون صحبة للقرآن فأولئك لهم تكريم ومنصة تتويج في الآخرة لا يشاركهم فيها سواهم يقول صلوات الله وسلامه عليه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها منزلته في الجنة بقدر ما معه من القرآن ولهذا كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فهما من هذا الحديث عدد درج الجنة بعدد آي القرآن فمن أحصى القرآن كله وأخذه كله وصحبه في حياته لا زال يدرج يوم القيامة في تلك الكرامة في درج الجنان حتى يبلغ أعلاها تدرون ما أعلى الجنة الفردوس وليس سقفها إلا عرش الرحمن بلغنا الله وإياكم سكناها يا أمة القرآن هذا كلام الله حفه بشرف وبوعود كريمة وبأجور عظيم وبثواب يراد منا لأحدنا وإن قصر مع القرآن أن يظل قلبه متعلقا به وأن يكون له حظه كل يوم وليل من كلام ربه ألا يفوتن عليك عبد الله في حياتك يوم ولا ليلة فارغة من كتاب الله لا حظ لك فيها من شيء من آياته وسوره وآياته يراد منا أن نقبل بالقرآن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إذا كانت منزلة أصحاب القرآن يوم القيامة بقدر ما معهم من القرآن والله عز وجل أعلم أعلم بكل عبد وبما معه من القرآن فلماذا يقال له اقرأ إذا كان الله يعلم ما معي من القرآن وما معك والله يعلم أي درجة يستحقها كل واحد منا في الجنة فلما لا ينصرف إليها أدركتم المغزى لما يقال على رؤوس الأشهاد يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل أما فطنتم أنه تتويج وتشريف يراد فيه إبراز هذا الشرف على رؤوس الخلائق يوم القيامة وأن تنال من الحفاوة والإكرام على رؤوس الأولين والآخرين من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يجتمع الخلق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم ليشهدوا تكريما لك وتشريفا لك يوم القيامة هذا الحث لنا جميعا يا أمة القرآن يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هل أنشأت صحبة مع القرآن؟ أتعد نفسك حقيقة في عداد أصحاب القرآن؟ هل أنت صاحب له على وجه التمام؟ الصحبة التي لا تفوت فيها حظك من القرآن يوما ولا ليلة الصحبة أن يكون للقرآن وهو صاحبك أثر في حياتك كما هو أثر صاحبك الذي تجالسه وتماشيه وتآكله وتشاربه صاحبك القرآن تشكو همك إذا اهتمم تشكو إليه غمك إذا أصابك الغم هذا هو الصاحب الصاحب الذي لا يغيب عنك يوما ولا ليلة إن سافرت فهو معك إن كنت مقيما فهو معك إن نمت فهو معك صاحبك الذي لا يفارقك حضرا ولا سفرا صاحبك الذي تسر إليه فربما كان لك مع القرآن جلسات فيها خفايا وأسراء أغلقت فيها الباب وانفرت فيها بنفسك لا لست بنفسك انفرت فيها بكلام ربك وخلوت معه فإذا بالقرآن يبعث أنواره في داخلك ويبدد الظلمات يزيح عنك الهم والله إن صاحب الهم لو أطبقت عليه السماء فوق الأرض ورأى أن لا مخرج له فضاق صدره وتقطعت حبال الرجاء في قلبه إن أقبل على القرآن ليجدن سلوة ومتسعا وانفراج هم وإزاحة غم ولا يشعرن أن الله عز وجل قد يسر له أمره وفرج همه وأضاء قلبه ما جعل الله لعبد أخذ بالقرآن من صحبته في حياته ما جعل الله له هم ولا أغلق دونه سبحانه وتعالى أبواب الفرج يا أمة القرآن ينتهي الكلام والوصف والعبارة ولا ينتهي الإيفاء بحق هذا الكلام العظيم كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى قرآن وصفه الله بأنه مجيد والقرآن المجيد وصفه الله بأنه كريم أقسم الله عز وجل في القرآن قسما وأقسام الله في القرآن كثيرا لكنه سبحانه وتعالى ما وصف قسما من أقسامه في القرآن بأنه عظيم إلا مرة واحدة قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تدري متى وصف الله القسم بأنه عظيم لما كان المقسم عليه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون عظم الله قسمه لأن المقسم عليه شأن القرآن وهو عظيم عند الله هذه العظمة التي جعلها الله في القرآن لنا أمة الإسلام حظ منها بقدر ما نقترب من مصدر العظمة وموئيلها وعزها سينال أحدنا بفرده والأمة باجتماعها سينالنا من العظمة بالقرآن بقدر اقترابنا أو بعدنا عن القرآن قرآن مجيد قرآن حكيم قرآن عظيم تتعدد أوصاف القرآن في القرآن لكن الله عز وجل أراد أن يكون هذا القرآن لحياتنا نورا أن يكون لقلوبنا شفاء ولصدورنا ضياء في ثلاث آيات وصف الله القرآن بأنه شفاء وننزل من القرآن ما هو رحمه رحمة وشفاء للمؤمنين ويقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء جعل الله الشفاء في القرآن ووصفه بأنه شفاء ولم يقل دواء لأن الدواء قد يفيد وقد لا يفيد لكن الشفاء يتحقق معه الأثر ولا بد فالقرآن رقية لمن استشفى به وفي القرآن من المواعظ والحكم والهداية ما يشرح الصدور الضيقة ويبدد الظلمات في النفوس جعل الله من الهداية في القرآن ما يهتدي به الكافر لو أراد الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى صحيح أن القرآن هداية لأهل الإيمان ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين لكن الله أراد أن يكون القرآن هداية للمسلم والكافر على حد سواء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مسلمهم وكافرهم فأما الكافر فيهديه القرآن إلى الإسلام والإيمان والحق فيستجيب وأما المؤمن فيزداد بهدايته هداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يبقى القرآن يا كرام المكان والموضع الذي يلتجئ إليه المسلم ليحتمي في ظلاله ليحتمي في ظلاله ويستمسك بعراه ويجد من أثره في حياته ما يكفل له سعادة دنياه وأخرى السعادة في الدنيا بما جعل الله في القرآن من الشفاء بما جعل الله في القرآن من الرحمة بما جعل الله في القرآن من البركة بما جعل الله في القرآن من العظمة تعيش سعادة في حياته إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما يقول عليه الصلاة والسلام يرفع بهذا الكتاب أقواما أقواما أحسنوا صحبتهم للقرآن فرفع الله شأنهم به رفعة حس ومعنى أما الرفعة الحسية فما يجده أصحاب القرآن إلى اليوم في المجتمعات المسلمة من احترام وتقدير وإجلال ومن تقديم لهم في صفوف الصلاة فيتقدمون أئمة على سائر المسلمين وما يجدونه أيضا من الحفاوة والإجلال لا يحترم صاحب القرآن لذاته بل لما حمل في جوفه من كلام الله فعظم الله مكانة أهل القرآن بما حملوا من القرآن وأما الكرامة المعنوية والرفعة المعنوية لأصحاب القرآن فبما للقرآن من أثر في حياتهم تزكو أخلاقهم تتهذب صفاتهم يحسن إيمانهم تزين ظواهرهم وبواطنهم كل ذلك بما للقرآن من أثر وبركة عندما يقبل عليه صاحبه إقبالا حسنا فيأخذ بمجامع قلبه إلى عز الدنيا والآخرة هذا القرآن الذي يرفع الله به أقواما كما قال عليه الصلاة والسلام ويضع به آخرين ضعة وانحطاط يصيب قواما آخرين بسبب القرآن عندما يأخذه بعضهم فلا يقوم به حق القيام أو يأخذه فيتخذه سلما لأغراض الدنيا الدنيئة وحظوظها الزائفة الزائلة عندما يتأكل بالقرآن أمور دنياه عياذا بالله وعندما يهجر القرآن فيكون شيئا بعيدا عن القلوب فيكون سببا لضاعة أصحابها أيضا كذلك الشأن في أقوام جعلوا من القرآن عرضة للانتقاص عياذا بالله أو الازدراء أو معارضة آرائهم وأهوائهم بكلام الله جل جلاله هنا ستنحط عليهم الضعة والذلة والهوان لما ما أوضعوا القرآن الموضع اللائق به ولم يحفظوا له حرمته ومكانته اللائقة به يا أمة القرآن القرآن في حياتنا أفرادا وجماعات مصدر عز وكرامة وموئل شرف وفخر وعلو وارتفاع قدر لما وصف الله القرآن في القرآن بأنه مبارك أراد منا أن نلتمس وجوه البركة في الحياة بأخذنا للقرآن سمعت الجن القرآن فوصفته بكلمة واحدة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ما العجب الذي وجدته الجن في القرآن وعالم الجن أصلا عجيب أعجب من عالم الإنس قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا لم يقيد وصف العجب في القرآن هنا ليبقى على إطلاقه هو العجب في لفظه ونظمه وسحر كلماته هو العجب في تأثيره في القلوب وسرايانه على النفوس هو العجب فيما يصيب حياة أصحابه من نور وخير وهدى هو العجب في تبدل الأحوال واستقامة القلوب واهتداء النفوس هو العجب أن يبدل الله بالقرآن قلوبا من الضلال والشقاء إلى السعادة والهدى أن يبدل الله حياة من التعاسة والإغلاق والضيق إلى السعادة والفرح والانفراج والسرور بالقرآن هذا عجب جعله الله عز وجل في القرآن لكن أعجب ما في القرآن هو أثره الذي يسطو به على القلوب بلا استئذان فيسري ويهيمن عليها جبث نوره وهداه يسمع القرآن كافر فيسلم يسمعه مسلم ضال فيهتدي يسمعه غافل فيفيق يسمعه تائه فيهتدي يسمعه مؤمن صالح تقي فيزيده إيمانا وصلاحا وتقى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنزل الله عليه القرآن ومن هو أعلم الأمة بكلام الله جل جلاله ومن هو أعرف البشر إطلاقا بمراد الآيات والسور في القرآن الكريم يعيش مع القرآن مواقفا يهتز لها جنانه ويستغرق عليه الصلاة والسلام في استمتاعه بالقرآن يقوم مع آية من كتاب الله آية واحدة يرددها في قيام الليل حتى يصبح صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وجد فيها متسعا صلى الله عليه وسلم لمتعة قلبه وأنس روحه فظل يرددها حتى الصباح هو ذاته عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن ويسمعه من جبريل عليه السلام ويتلقاه بأشرف منازل التلقي بالوحي الذي يأتيه من السماء يقول لرجل من أصحابه اقرأ علي القرآن فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فيقول نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري فيفرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا التشريف بهذه المنقبة فيظل يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع كان يعلمنا أن نستمتع بالقرآن تلاوة وأن نستمتع بالقرآن سماعا وأن نفتح قلوبنا في كل حال مع آيات القرآن إن قرأنا وإن سمعنا كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن لك متسعا في كيفما كانت الأحوال أن لك متسعا للاشتغال بكتاب الله لألا يعتذر إنسان بزحمة أوقاته وقلة حيلته أو ضعف تعلمه يا أخي لا أقل من أن يظل مستمتعا بسماعه للقرآن إن عجز عن قراءته أو تعسرت عليه أو تعذر عليه تعلمه ما جعل الله القرآن للأمة في باب دون باب بل شرعت لها الأبواب يقول عبد الله بن مسعود فقرأته حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان صلى الله عليه وآله وسلم علمنا والله كيف نستمتع بالقرآن فيقول في دعواته صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو الله ويتوسل ويناجي فانظر إلى العبارات كيف تقتر استمساكا بهذا الضر وبهذا الخضوع وبهذا الباب العظيم من التعبد لله وبهذه الضراعة يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أرأيت عظمة التوسل؟ أرأيت حجم الضراعة؟ انظر ماذا يريد؟ يقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي بالله عليك وقفت مع روعة الألفاظ والعبارات يسأل الله ربه متوسلا بكل ضراعة متوسلا بعبوديته لله عبدك وابن عبدك وابن أمتك متوسلا باعترافه بعجزه بين يدي الله ماض في حكمك عدل في قضاءك متوسلا بعظمة الله وأسمائه وصفاته أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كل هذا التوسل العظيم الجليل تدري ماذا يريد؟ يقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي انظر ما المطلوب العظيم الذي توسل به نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذاك التوسل الجليل أن تجعل القرآن ربيع قلبي يا إخوة هذا مطلب شريف والله يستحق أن نطلبه من الله وأن ندعو به الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أحدنا تدري من الربيع؟ الربيع خضرة وأنهار الربيع حدائق وأزهار الربيع مطر منهمر ونسمة عليلة الربيع متعة الحياة نضج الثمار وتفتح الأزهار اعتدال الجو راحة القلوب والأبدان هل شعرت أنك في جلستك مع القرآن في وردك إذا قرأت القرآن إذا أخذته في حجرك وجلست تقرأ وتردد وتحفظ وتكرر أنك تعيش وقتا في الربيع يأنس به قلبك فلا يمل ويعيد ويكرر وينتهي ويختم ويزداد مرة بعد مرة يدعو عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه هذا هو يا كرام معنى التعلق بالقرآن الذي يعيش فيه المسلم صدق تعلقه بكتاب ربه ختاما أيها الحجيج يضيق الحديث وسأقولها مرة بعد مرة وينتهي الكلام ولا ينتهي والله الإيفاء بحق كلام الله عز وجل لأن وصف القرآن في القرآن جاء على غاية من التعظيم والإجلال والمهابة يراد للقلوب المسلمة أن تعيش عظمة القرآن في حياتها ويراد لكم أيها الحجيج أن تدركوا سر صنيع السلف الذي افتحت به المجلس في إقبالهم على القرآن في رحلة حجهم وأن دخولهم مكة ينبغي أن يكون معمورا في أيام بقائهم بها بكتاب الله وأن لا يخرجوا حتى يختموا بها القرآن ليس استكثارا للأجر فقط ولا نيلا لختم قرآن وحسناته فقط بل هو مع ذلك كله أخذ بمجامع النور والهداية في البلد الذي أنزل فيه القرآن ولذلك من الأثر والكرامة ما جعلهم يحرصون عليه ويستحبونه ويوصون به رحمة الله عليهم اللهم فاسلك بنا سبيل أهل القرآن نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وارزقنا شفاعة القرآن وحشرنا في زمرة أهل القرآن يا رب العالمين نسألك ربنا وأنت الكريم المنان أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم إنا نسألك من بركة القرآن ونوره وهداه ما تزيح به عنا الهموم والغموم وتنزل عين بها البركات والرحمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى وارزقنا به يا رب سوابغ النعم وادفع به عنا النقم يا حي يا قيوم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وفرج به عنا الهم والغم وسدد به الخطى والقول والعمل يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من نور القرآن وبركته وهداه وفلاحه وسعادته يا رب في الدنيا والآخرة ولنا ولأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا صحبة القرآن وأن نقوم به حق القيام يا حي يا قيوم اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن وقوّ إيماننا بالقرآن وأكرمنا يا رب بكرامة القرآن اللهم إنا نسألك من خيره وبركته ما وعدتنا به يا حي يا قيوم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا ذا الجلال والإكرام واجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأكرمه وأحسنه يا حي يا قيوم اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين تقبل يا رب من الحجيج حجهم وتقبل منهم نسوكهم واجعل ذلك يا رب من صالح عملهم اللهم أعدهم إلى أهليهم وديارهم سالمين غانمين ربنا ورب الحجيج لا تصرفنا وتصرفهم إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وقضيت الحوائج وحققت المنا يا حي يا قيوم تعلقت بك الآمال وحسنت بك الظنون ورفعت إليك الآياد وتوجهت إليك القلوب وأنت الملك العلام لا إله إلا أنت سبحانك وبحمده لا نحصي ثناء عليه اللهم فآتي لكل سائل ما سأله وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله يا حي يا قيوم ولا تجعله ربنا آخر العهد بحج بيتك الحرام وشهود هذه المشاهد العظام أكرمنا يا رب بفضلك وجودك وإحسانه وكما ابتدأتنا ربنا بالفضل والخير والكرم فأتمها علينا بالقبول والغفران والرحمة والعفو والعافية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا واعف عنا واعف عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أكرم وفدك فأكرمه ومن أعانهم فأعنه ومن حفظهم فاحفظه ومن يسر عليهم فيسر عليه يا رب العالمين اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين وفقه يا رب لكل خير وهدى وسداد ورشاد اللهم اجزه خير الجزاء وأكرمه وأوفاه يا رب العالمين اللهم اجز بالخيرات والإحسان كل من سعى لخدمة دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك وبحمدك الفضل لك والمنة لك والخير منك سبحانك والشر ليس إليه نسألك يا رب أن تتم علينا نعمتك وإحسانك وأن تديم علينا بركتك وأفضلك يا حي يا قيوم اللهم زدنا إيمانا وهدى واصرف عنا الشر والسوء والردى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر